موسيقى نستطيع أن الراجاء يعاني ماليا بعد الإغلاق المركب محمد الخامس كان واحد تفاعل قبل كانت ميزانية ورقام التي تقدمت ولكن بعد الإغلاق نرى أن الراجاء يصرف أكثر ما يدخل وما يدخل لأنه يكون أحد العز مالي أو أزمة مالية بسيطة عند الراجاء نقول الحمد لله هذه التفاقيات التي أعلن عليهم اليوم بهاد الاسبونسور جزادة ديالنا فالاسبونسور اللي هو ما في الحقيقة قدام لكن اللي قبلوا الفكرة ديال يقويوا الدعم ديالهم ووصلنا لثلاثين مليون ديال الدرهم هي اللي خلتنا نضبروا هذا المرحلة بلا مشاكل كثيرة خلت سيولة عند الراجاء واحد سيولة اللي غطات شوية أنا لكن يعني ما ننسوش كاينة مديونية كبيرة وكاينة بخيمت سيناتور إلى آخرة كان واحد ضغط مالي الحمد لله هاد اتفاقيات هادو هاد اللي باقتونيغ هادو ومشهرين خلونا ندوز هذه المرحلة بدون مشاكل كبيرة لكن كومقال مركب محلول كان يساعدنا ماليا احنا كان نقدروا 15 مليون ديال الدرهم مليارونس لمشاكل كان النتائج تكون أحسن واحد هذاك العياء لللاعبين يكون شوية أقل حيث منك تلعب هنا في كازا ما كانش السفار ما كانش هادو وحنا عرفنا شحال سببارك الله ديال السفار دارو اللعابة وراك اتعرف بإنا تراكم الأصفار وبالأخص منيك دبشي للمناطق بعيدة في إفريقيا يعني منيك تترجع راكسك واحد للمرحلة باش تعود تسترجع تسترجع الطاقة ديالك في إطار هادو المستشهرين كيجري الحديث الآن في يعني في يعني في عند يعني الأوسط الرجاوية عند مستشهر جديد اللي ربما آآ غايب قاع مع فريق الرجا وصحيح هادو 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 الخبر و أنا قريت بحالك ما في خباريش ذاك الرئيس ما ما عندكش ملومة على لا ما كانش ما كانش يعني شي استشهر ما كانش هادوك هادوك شركة طيران ما مناحت أي اتصال مع هاليوم وبخصوص يعني التعويد على الخسائر اللي لحقت فريق الرجا فسمعنا أن رجا يعني طالب فأكثر مرة بتعويدات وقدرتو بأنه حوالي مريار ونصف سنتيم لخسائر فريق الرجا شنو حجم يعني التعويدات اللي توصل بها فريق الرجا واش كتلاق يعني بفريق الرجا وبالميزانية اللي ضاعتلي احنا كاين واحد دعم صغير مجلس المدينة هاد وقعنا واحد اتفاقية في جوج مليون ديالدرهم وتوصلنا بواحد دعم بكيتقدر بخمسات مليون ديالدرهم هاد لاج معناه وما دوجوج كنوصلو غير سبعات مليون ديالدرهم ومقابل عنا خمستاش مليون ديالدرهم اللي احنا ضاعتنا دوك باقي واحد لاج احنا غان نطالبه بطريقة عقلانية وبطريقة احترافية وبلا ما نمشي يعني نخلقو الدجا حيث هادش ما كي ادي الى اي باب مفتوح هادش يخلقي المشاكل وغان حاولو كنظون السلطات المحلية مجلس المدينة السلطات اللي كتشرف على الرياضة فهم المشكل وغا تقدر المشكل وكنظون بانه غاي يعونو فروق اللي محجم نادي الرجا اللي كيقدموا واحد صورة مشرفة الكورة المغربية والمملكة المغربية ككل دوك غان نجبرو كنظون يد المساعدة في هاد الباب وغان نحاولون يعني هاد العجز هادا اللي عنا نحاولون نجبرو شي حال ان شاء الله في اقرب وقت بخصوص الموضوع يعني الشركة الرياضية الفريق الرجاء الرياضي يعني كان في الجامع العامة اللي توليتوا فيها الرئاسة انتخاب اللجنة او اختيار رجنة من اجل اشراف على هاد المشروع فيها سي عبد الحميد سويري فيها سي جواد الامين فيها يعني اسماء اخرى مثل يوسف بعبيد وكريم والتاقي واش هاد اللجنة بقى هي الحالية اللي كتشرف على المشروع وفين وصل المشروع هلو المشروع فيه جوج المراحل المرحلة الاولى كان خسنا نجيبه من عند وزارة اه الشابيبو الرياضة اه كتعرف بينا القانون جديد دي الرياضة كي يلزم على الشركة كي يلزم على النادي اه كاسوسيازيون كجمعية اه يجيب الاعتماد احنا هاد المرحلة حصلنا على الاعتماد هاد هي المرحلة الاولى المرحلة الثانية دابا هو نوجده جميع النصص القانونية والاستاتيو والنصص الاساسية للشركة نحضرهم اه اجتماع الاول دياله اللجنة هيكون هار ثلاث جاي وف نفس الوقت احنا فاتصال مع الوزارات الواصية ومع الجامعة باش يعطيونا اخر نصص هيد كانوا كيعدلوها وباقي ما جدنا النصخة الاخيرة هاد الوش غا نبداوه مني جانا الاعتماد يمكننا ندوزل المرحلة الثانية اجتماع نار ثلاث كان دون هاتش غا يطلب شوها ديال الوقت وغا نوصلوش نتيجة اللي غا تكون يعني مرضية الجامع بخصوص يعني تكوين داخل الفارق شكون اللي وضع السياسة ديال تكوين وثم يعني فين وصل يعني تكوين ديال اللاعبين منذ الماجئة ديالكم اكيد كانت مشاكل كثيرة ولكن حاليا اشنو ممكن قولواش غا نشوفوا اللاعبين الجداد شنو شنو شفنا بان باننا ثلاثة او الاربعا ديال لتحقوا بالفارق الاول كيترينيو مع الفارق الاول هدي هدي نقطة مهمة النقطة الثانية اه في تكوين اه بدينا في اول السنة اختارينا وجبنا اللعبة ماشي غي من ضل بيضاء بجميع المدن وتقريبا عندنا ديبا ربعين شاب داخل في المنظومة ديال تكوين مكلفين بالنعاس دياله بالماكلة دياله وبالمدراسة دياله وبالرياضة ذوك هدا ربعين طيفل هدو راح نمكلفين بيهم ديبا الصندق دياله وازيس باقي ما تفتح احنا وصلنا الاخير الاشغال دياله ان شاء الله وكان حاولو نفتحوه فهد فهد الشهر هذا ديال الابريل اه مكلفين بهد الاطفال في نفس الوقت جبنا اطفال اللي اسمعتي عليهم واحد الشبان ومتسيطوان اللي كانوا في المستوى وراموا ما طعموا الفارق ديال 17 العام وفارق ديال 19 العام وفارق ديال 21 عام ويمكن اللي نقولك بان وش حال هدي مكانت وقعت الفارق الرجع كي يطعم الفرق الوطنية في جميع الفئات وفي نفس الوقت لاخدينا النتائز جيال الشبان را كتشوف باننا نتائز جيدة وحنا را في الكلاس مو مزيان لما نقول الولين تقريبا الفئات كلهم ذوك هاد شي كعطينا واحكي كي خلينا نبقوا متفاعلين ونزيدوا القدام فتحي جمال دار كوون واحد الفارق فيه سي زاكريا وفيها اللعاب القدام الكبار ديال الرجع غاندكور أبو شروان غاندكور بوشعيل مباركي غاندكور فهمي غاندكور بزاكت اللعابة هادو كلهم وبواحد طريقة ديالعمال اللي مختلفة يعني خديناهم وخدامين معنا ما كيتكلفوش فقط بالفئة كيتكلفوه حتى بالمدرسة وكي خليهم يبقوا ويكونوا موجودين تقريبا كل يوم في النادي وحتى هادك دراج الصغار منه كي يعرفوا أرمومن ولا يعرفوا يعني بوشعيل مباركي الاخيري كتتتقويف هادوك الاطفال واحد الروح ديال باش يتعلم و باش يزيد القدام و باش يخدم دونك انا كنظن عنا دابا تركيبة باشرية وعندنا مكوينين في المستوى الانفخاص تركتور احنا خدامين عليها في الوازيس وكذلك في الاكاديمي اللي غد نفتحوا هادوك و انا كنقول لك بهاد الديسبوزيتيف ديالنا غنكون الرجاء هو اكبر فارق في المغريف في التكوين حيث غنمك لنا يكون عندنا تقريبين ما يناهز مئة طفل بين الوازيس والاكاديمي اللي غنمكن نضبروها وننطروها ونزيدوا بها القدام ذكرتي واحد الاسم اللي هو زكريا اللي عليه واحد العالمة ديال السفهم لانه تكوين كما قلت الراجاء تكوين ليه مستوى علي ولكن كيفاش ممكن في السلوء انه واحد الايطار اللي ما نظنش عنده تجريبة اللي عند لعبين كبار اللي دازوا في المدرسة ديال الفارق اللي ابناء ديال الفارق يعني هو اللي مكلف او المسؤول على لاعبين مثلا بحال فهميه كتقول فهميه كتقول ابو شروان كتقول مثلو فهمكتشوف شوشكين واحد تناقض في السياسة ديال تكوين لا اللي خطتك تعرف بانه لاعب كبير ما كيعطيش مدرب كبير حتلا كانت هدي كالطبقة لكل شي ما غانج بروش اليكس فيرغوسون هو مدرب ديال مانشستر يونايتد معاش حالبقاء واسميتو المدرب البرتقيزي الاخور اللي كان في الريال مادغيدي الاخيره وانشيلوتي وزيدو زيدو زيد مورينو الاخيره لعب كبير يمكن يعطيه مدرب كبير بحال زيدان داكور ولا بحال كان اسمع كثيرة لكن هديك المرحلة يجب تكون الرغبة اللاعب ويجتهد ويقرأ ويدوز ديبلومات داكور وكاين عاو تاني يمكن يكون واحد ما كان عمره كان لعب وانما اجتهد وقرأ وزاد القدام ويكون مدرب ناجح واسمع كثيرة دونك اه انا كان امن بحاجة واحدة كان امن بالكفاءة كان امنش بالسمية اسمية مزيانة كلاعب لكن احسن اللي يمكننا نصولها هي يكون لعب كبير ويتدرب واللي مدرب كبير انا اعطيك المثال ديال يوسف سفري مثلا انا را دوز امتحانات ويتدرب وغا يكون ان شاء الله مدرب كبير هدي ممكن دونك تكون ايرادة والواحد يقرأ ويجتهد باش يقول لي مدرب ويدوز لديبلوم را دبا المغريب تقدم فالشي دياللي ديبلوم اه هذا اول هدف ديالنا دونك انا زكريا عرفته مني كان في الاكاديمي اه ومعرفتوش غير دابا اقرأ ودوز ودبر اه مراحل وغا دي انا ما نظنش يعني لكننا غنجيبوا غير اللعابة القدم ونعطوهم يعني التكوين وإلى آخر يقولوا غير هادو اللي نشرفوا ما نظنش يعني طريق صحيح كنجيبوا الكفاءات اذا كان كف ونعطيه واحد المرحلة ومن ونجيش باكل كان يعني من نقدروش ونقول لله را خاطئ حيث ما ما كانش لعب نعطيه واحد المرحلة ونشوفوا النتائج ديال وعاد من بعد ناخدوا واحد القرار يعني اللي غايكون صائب وغايكون موضوعي اشتركوا في القناة